موسيقى يحق لنا ان نتساءل ما معنى قيامة الرب يسوع المسيح من الاموات هل معنى قيامة الرب يسوع مجرد اعادة الحياة لجسد ميت ام ان القيامة تحمل معنى اخر في الحقيقة ان قيامة الرب يسوع المسيح من الاموات بتحمل معنى اعمق بكثير من مجرد اعادة حياة لجسد ميت القيامة بتحمل مفاعيل روحية كثيرة وعظيمة فقيامة الرب يسوع حياة ونور وقوة وفرح ورجاء قيامة المسيح حياة حياة جديدة حياة ابتلعت الموت ولشته حياة انبعثت من داخل الموت معلمنا بوليس يقول ابتلع الموت الى غلبة بالموت داس الموت والذين في القبور انعم لهم بالحياة الابدية لكي يبيب بالموت ذاك الذي له سلطان الموت ويعطق اولئك الذين من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية القيامة حياة حياة جديدة حياة انبعثت من داخل الموت وهذه الحياة الجديدة هي لنا الرب يسوع يقول اني انا حي فانتم ستحيون مدفونين معه بالمعمودية للموت حتى كما اقيم المسيح من الاموات بمجد الاب هكذا نسلك نحن ايضا في جدة الحياة يعني في الحياة الجديدة القيامة حياة ايضا القيامة نور نور اشرق من عمق الظلمة نور بدد كل ظلمة لذلك يقول استيقظ من النوم وقم من الاموات فيضيء لك المسيح الرب يسوع المسيح الحي يضيء هذا النور نور القيامة اشرق على واحد زي شاور الترصوص ابرق حوله نور من السماء معلمنا بوليس عبر عن النور ده وعن معناه قائلا لان الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمة هو الذي اشرق في قلوبنا لانارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح نور ليت نور المسيح الحي يشرق على اعماقنا ويبدد كل ظلم فينا القيامة ايضا قوة قوة تفجرت من عمق الضعف الرب يسوع المسيح وان كان قد صلب من ضعف لكنه حي بقوة الله الرب يسوع المسيح وهو على الصليب كان يبدو في منتهى ضعف لكنه قام بقوة غير عادية والقوة تفجرت من عمق الضعف ودي فعالية القيامة في حياتنا ان القيامة قوة تبدد الضعف بل القيامة قوة من داخل الضعف قوة معلمنا بوليس يقول لا اعرفه وقوة قيامته القيامة ايضا فرح 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 ايضا انباثق من عمق الاحزان وبدد كل الاحزان فرح التلاميذ ازراء الرب فرح لا يمتق به ومجيد الرب يسوع قبل الصليب قال للتلاميذ انتم كذلك الان عندكم حزن لكني ساراكم ايضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم فرح لا ينزع منا لا يستطيع احد او شيء ان ينزع هذا الفرح منا لانه فرح غير متوقف على الظروف فرح اتي من الرب الحي اللي حول كل الاحزان الى افراح قيامة ايضا رجاء رجاء انباثق من هوة اليأس رجاء لا يخزى ددد وابطل كل يأس قديس بطرس يقول مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الاموات رجاء حي لا يموت لا يخزى لا يفشل لا يخيب لانه مرتكز على اساس حي راسخ هو الرب يسوع المسيح اذا القيامة حياة قيامة نور قيامة قوة القيامة فرح القيامة ايضا رجاء لكن كل هذه المفعيل في الحقيقة التلميذ رأوا عكسها في الصليب التلميذ رأوا عكس كل هذه المفعيل في الصليب الصليب كما رأاه التلميذ موت لكن القيامة حياة رأى التلميذ في الصليب ظلمة لكن القيامة نور رأى التلميذ في الصليب ضعف لكن القيامة قوة رأى التلميذ في الصليب حزن ويأس لكن القيامة فرح ورجاء لكن ما استطيع أن نقول أن القيامة احتوت الصليب وأعطته معناه الفداء والكفاري القيامة احتوت الصليب وأعطته معناه الفداء والكفاري بدون القيامة الصليب يعتبر هزيمة وضعف وموت لكن بقيامة المسيح ظهر الصليب أنه قوة ونصرة وحياة لذلك لا يوجد صليب بدون قيامة ولا قيامة بدون صليب بل نستطيع أن نقول أن الصليب والقيامة وجهان لعملة واحدة ارتباط الصليب بالقيامة في الحقيقة هي دي الاختبار الروحي المسيحي اللي احنا بنعيشه احنا من أجل المسيح نمات كل النهار هذا الصليب لكن كملت الآية ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا هي دي القيامة إن كنا نتألم معه هذه الصليب لكي نتمجد أيضا معه هذه القيامة إذن القيامة هي اللي قدت الصليب مع ماه الفدائي والكفاري قدتوا قمتوا الموت اللي ماتوا الرب يسوع المسيح عن طريق الصليب صلب الرب يسوع أفضى به إلى الموت الرب يسوع المسيح قبل الموت لأجلنا بملء اختياره لأن الموت ما كانش ضرورة حتمية على الرب يسوع هو قابل هذا الموت طوعا واختيارا معلمنا بوليس يقول أن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة وأما الحياة التي يحياها فيحياها لله إذن الرب يسوع المسيح قابل الموت لأجلنا لذلك قام قام ناقضا أو جاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه قام ولن يسود عليه الموت بعد من هنا ناشى السؤال اللي احنا قرأناه في لوق 24 لماذا تطلبنا الحي بين الأموات هو صلب ومات لأجلنا لكنه قام من هنا ينشأ السؤال لماذا تطلبنا الحي بين الأموات ممكن نحط السؤال ده بس في عبارة أخرى لماذا تنظرنا وتتعاملنا مع المسيح على أنه ميت وهو حي هل المسيح بالنسبة لكم ميت ولا حي الرب يسوع المسيح عندما صلب صلب على رؤوس الأشهاد كل الناس شافته لكن عندما قام من الأموات لم يرى قيامته إلا القليلين الأغلبية لم يروا وهو قائما وبالتالي أصبح هناك البعض يقولون أن يسوع ميت والبعض الآخر يقول أن يسوع حي بل نستطيع أن نقول أن البعض الأكثر يقول أن يسوع ميت والأقلية المؤمنة تقول أن يسوع حي الوضع ده ظل في المجتمع اليهودي فترة طويلة إلى درجة أن معلمنا بولس الرسول وهو يحاكم أمام فيستوس الوالي نجد أن فيستوس يقول لأغلباس الملك عن بولس وعن اليهود المشتكين عليه كان لهم عليه مسائل من جهة ديانتهم وعن واحد اسمه يسوع قد مات لكن بولس يقول أنه حي فيستوس مش فهم الموضوع وبيحاول يشرح لأغلباس في مشكلة بين اليهود اللي بيشتكوا على بولس مشكلة بتختصب شخص اسمه يسوع مات لكن بولس مصر أن يسوع ده حي الملكين لما ظهروا للمريمات لماذا تطلبنا الحي بين الأموات لماذا تأتوا إلى هنا وتطلبوا يسوع بين الأموات هل يسوع بالنسبة لكم ميت ولا حي لو بالنسبة لكم يسوع حي إذن لا تسألوا عليه بين الأموات وفي مكان الموت أما إن كان يسوع بالنسبة لكم ميت الملاك يكمل ليس هو هاهنا لكنه قام بحسب رواية معلمنا متة لأنه قام كما قال ونفس الحكاية بالنسبة لليهود وبالنسبة لفستوس وبالنسبة لبولس اليهود مصرين أن يسوع ميت وبولس مصر أن يسوع حي تحير فيستوس هو حي ولا ميت هل أعيد هذا السؤال مرة أخرى هل يسوع ميت ولا حي طبعا هذا السؤال بديه بالنسبة لنا كلنا عارفين هذه الإجابة لكن محتاجين أننا نسأل نفسنا نفس هذا السؤال هل يسوع ميت أم حي هل يسوع ميت داخلنا أم حي كيف ننظر إليه كيف نتعامل معه هل الرب يسوع حي في حياتنا حي في أعمقنا ولا ميت كيف ننظر إليه وكيف نتعامل معه هذا هو موضوع تأملنا ألهام اليوم لماذا تطلبنا الحي بين الأموات والسؤال المطروح على كل واحد فينا هل يسوع بالنسبة لنا ميت أم حي هنتأمل في بعض الشخصيات البعض منها رأى أن الرب يسوع ميت والبعض الآخر آمن أنه حي الشخصية الأولى التي نتأمل فيها شخصية مريم المجدلية مريم شخصية أمينة أمينة للغاية وكان لها علاقة عميقة بالرب يسوع المسيح لكذا موت الرب يسوع على الصليب شكل بالنسبة لمريم صدمة عنيفة صدمة شخصية وصدمة عاطفية أيضا لكن مريم غالبت صدمته وذهبت إلى القبر والظلام باقن وأول ما وصلت القبر وجدت أن الحجر مرفوعا أول ما وجدت الحجر مرفوع نتصور أن أول فكر يأتي على ذهن مريم مفروض يكون إيه مفروض أنها تفكر أنه قام ما أنسى يأخذ الجسد الميت مين اللي ياخده التلاميذ استحالة اليهود استحالة الرومان يعملوه بجسد يسوع الميت لكن هي تصورت أن جسد السيد قد أخذ تركت القبر وركضت لتخبر بطرس ويحنى قد أخذوا السيد ولسنا نعلم أين وضعوه ليه مريم بتفكر بالطريقة دية مريم ذهنها وأعماقها توقفوا عند حد الموت مريم كان يسوع بالنسبة لها مات ما كانش حي عشان كده ذهنها متوقف عند حد الموت لم تستطع أن تتجاوز هذا الفكر لم تستطع أن تفكر في القيامة كان كل أمنيتها الجسد الميت نستطيع أن نتخيل ولو قليلا يعني أن مريم عندما صدمت بموت الرب يسوع المسيح بهذه الطريقة ذهبت إلى القبر مش بس عشان تكفنه ذهبت إلى القبر لكي تعاتبه كيف تموت وتتركني الرب يسوع بالنسبة للمريم كان كل شيء ولما تركها فقدت كل شيء نستطيع أن نقول أن حياة مريم المجدلية توقفت عند لحظة موت المسيح على الصليب كيف تموت وتتركني كيف تموت وتتركني هكذا بلا أي معين لماذا لم تنزل من على الصليب وتنقذ نفسك لأجلي العطفة هنا هي اللي بتتكل مريم كان ذهنها متوقف عند حد الموت أو باللغة الروحية يسوع كان ميت بالنسبة للمريم مع أنه كان في اللحظة دي حي وقائم نترك مريم وننظر إلى التلميذين ركضوا بسرعة وقاتوا للقبر ووجدوا الأكفان موضوعة بكل حرص يحنى الحبيب رأى فآمن ثم عاد التلميذان إلى موضع هما طب ومريم فين لسه مريم عند القبر عند القبر طب ليه عند القبر أصل يسوع بالنسبة لها ميت بتبكي بكاء وحيرة فقدت كل شيء فقدت يسوع الحي بالصليب وفقدت جسد يسوع الميت لأن القبر فارغ فقدت كل شيء عشان كده أول ما رأت ذاك الذي ظمت أنه البستاني يا سيدي إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آتي وأأخذه مريم كانت زهنها متوقف تماما عند الانحصار في الموت والحزن واليأس هذا الانحصار حجب استعلان القيامة عنها تماما مش عادلة تستوعب إن المسيح قام عشان كده في اللحظة دي كانت مريم محتاجة إلى صدمة أخرى تسمع عن العلاج بالصدمة صدمة الصليب كان لابد أن الرب يسوع يعالجها بصدمة أكثر قوة تستطيع أن تخترق الحصار أو الانحصار اللي فيه مريم وتديها استفاقة لشان كده الرب يسوع المسيح قال لها يا مريم أحد شراح الكتاب المقدس علق على الكلمة دي التعليق لطيف لأن الرب يسوع وضع في نبرة صوته نبرة معينة خلت مريم استعادت كل علاقتها القديمة بشخص المسيح استفاقت انكسر الانحصار اللي كانت فيه وأخيرا في اللحظة دي أصبح يسوع لمريم حيا قائما مش ميت طبق الكلام دي علينا أحيانا احنا بنبقى منحصرين في أزمات في مشاكل في ضغوط منحصرين في زواتنا وبالتالي بينحجب عننا استعلان القيامة فالمسيح حي لكنه في أعماق ميت ولا أستطيع أن أأخذ منه أي حياة لأنه بالنسبة لميت أنا منحصر مع أن المسيح الحي قريب مننا قريب مننا لو طلبت الرب بكل قلبك سيعلن ذاته ليك كحي كقائم ويهب قوة قيامة جديدة إذن مريم ظمت أن يسوع ميت لكنه حي نأخذ مثال تاني برضو شخصية أخرى كان المسيح بالنسبة لها ميت مع أنه حي تلميذ عمواس رأي يسوع وهو معلق على الصليب ويموت وسمعه أنه دفن في قبر وبعد ثلاث أيام من دفنه يعني في يوم القيامة تركه أوروشاليم وانطلق إلى عمواس مع أنهم سمعوا بعض أخبار عن القيامة طب لما سمعوا أخبار عن القيامة انطلقوا ليه إلى عمواس مسرعين وحطوا أوروشاليم في ظهرهم واطلقوا إلى عمواس ببساطة لأن يسوع بالنسبة لهم كان ميت يسوع بالنسبة لهم كان ميت مش حي طيب ميت ليه برضو تلميذ عمواس عانوا نوع آخر من الصدمة في الرب يسوع إذا كانت صدمة مريم صدمة شخصية عاطفية فصدمة تلميذ عمواس كانت صدمة فكرية روحية هم أعثروا في المسيح عثر عميقة عبروا عنها نحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل لكنه مات إحنا كنا حطين كل أملنا فيه هو الذي سيوفدي إسرائيل لكنه مات هم مش عارفين أنه هو مات لكي يفدي إسرائيل والعالم كله عشان كده هذه الصدمة الروحية والعثر العميقة لما وصلتهم أخبار القيامة لم تستطع هذه الأخبار أن تزعزع أو تستبدل فكرة أن المسيح ميت انطلقوا بعيد مش عاوزين يسمعوا خلاص هم زهنهم امتلأ بفكرة أن المسيح ميت مع أنه كان المسيح حي تلميذين دولة بهذه الصدمة العميقة احتاجوا من الرب يسوع المسيح مجهود الرب يسوع المسيح رفقهم في الطريق المسافة من أرشاليم لعمواز ستين غلوة يعني اتناشر كيلو متر لكم أن تتخيلوا أن الرب يسوع ماشي معاهم اتناشر كيلو متر بيسمعهم ويسمعوه الرب يسوع وصف حالة التلميذين دولة وصف في منتهى الدقة والعمق أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده وابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يشرح لهم جميع الأمور المختصة به في جميع الكتب القلب ابتدى يتحرك قلب ابتدى يلتهب وصلوا إلى مدينتهم ألزماها أن يمكس معهما ومسك الرب يسوع الخبز مبارك وكسر وناولهما فانفتحت أعينهما وعرفاء اللحظة دي لحظة انفتاح الأعين المسيح اللي داخلهم تحول من كونه ميتا أصبح حيا لحظة انفتاح الأعين هنا المسيح قام في داخل هزين التلميذين عشان كده قام مسرعيني ورجع إلى أورشليم يخبران التلميذ أنه قام وأنه ظهر لهم إذن مشكلة تلميذين عمواس العطرة الداخلية في المسيح ممكن أنت تكون حاطت رجائك في شخص المسيح في موضوع ما عندك مشكلة معينة وصلت من أجلها وانت حاطت في ذهنك حل معين لها في وقت معين وانت متصور أنه لازم ربنا يحل لك مشكلتك بالطريقة دي وفي الوقت ده أول ما المشكلة ما تتحلج بهذه الطريقة أو في نفس التوقيت يمكن أن تعثر في المسيح المشوار الطويل اللي مشاء الرب يسوع المسيح مع التلميذين دولة ممكن أن نلخص كل محصلته في عبارة واحدة قالها الرب يسوع في موضوع آخر طوبى لمن لا يعطر فيه قوعة نصدم في المسيح ما أبعد أفكاره عن أفكارنا من صار له مشيراً أو من أعطاه فيكافأ لابد أن نخضع خضوع البنين لذاك الذي في يده أمرنا دي الشخصية الثانية الشخصية الثالثة الشخصية آمنت منذ البداية أن المسيح حي شخصية يحنى الحبيب قديس يحنى الحبيب له علاقة خاصة بالرب يسوع ده التلميذ اللي كتب عنه أنه كان يسوع يحبه أمين للرب يسوع من لحظة الدعوة عبوراً بالمسيرة لغاية المحاكمة والصليب ولغاية القبر القديس يحنى الحبيب آمن أن المسيح حي وآمن أنه قائم في موقفين كل موقف أرواع من الثاني الموقف الأولاني في فجر القيامة لما واصل القبر مع بطرس القديس يحنى آمن على خطوطين نظر أن انحنى فنظر الأكفان موضوعة لكنه لم يدخل انحنى في التضاع وفي هدوء ونظر هنا فعل الرؤية مجرد من نظر وجد الأكفان موضوعة الأكفان موضوعة الأكفان موضوعة بهذه الطريقة استحالة أن الجسد يسرق الجسد انسل من داخل هذه الأكفان نظر الخطوة الثانية دخل القبر فرأى فآمن رأى فآمن هنا فعل الرؤية غير الفعل الأولاني الفعل الأولاني مجرد الرؤية الفعل الثاني رأى وفكر في كل أقوال المسيح اللي قاله لهم قبل كده أنه ينبغى أن يقوم فآمن الرؤية دي كانت رؤية فاحصة آمن آمن إن المسيحي الموقف التاني على بحر طبرية لما بطرس خد مجموعة من تلميذ المسيح أنا زاهب لكي أتصيد وراحوا مكثوا الليل بطوله لم يأخذوا شيئا ومع أشراق الصباح ظهر ليهم الرب يسوع ولم يعرفوه وهو من بعيد يا غلمان العلّ عندكم إداما يا غلمان غلمان يعني إيه يا فتيان أطفال صغيرين يعني التلميذ السبع الكبار المحترمين اللي سابوا دعوتهم الأولى فعلت أنهم يتركوا صد السمك ويسدوا الناس وسابوا القيامة ورايحين يتصيدوا طب إلقوا الشابك على جانب السفينة الأيمن أول ما أمسكوا سمك كثير يحنى البطرس هو الرب هو الرب يحنى كان عنده إيمان أن المسيح حي هو الرب عرف منين يحنى كان له عشرة وشركة خاصة مع المسيح كان له محبة خاصة بتربطه بشخص المسيح هذه العشرة والشركة والمحبة قدت لي يحنى بصيرة روحية عن طريق هذه البصيرة استطاع أن يدرك ويفهم ويؤمن أن يسوع حي نستطيع أن نقول أن يسوع الحي ملأ أعماق يحنى ويحنى عاش على الدوام مع يسوع الحي فأصبح يسوع حي في أعماق يحنى على الدوام إلى أبد الأبد العشرة والشركة اللي بينه وبين المسيح خلته يؤمن ويدرك أن المسيح حي إحنا تعوزنا هذه العشرة والشركة والمحبة لو لنا عشرة حقية مع المسيح هيكون الرب بالنسبة لنا حي على الدوام مشكلتنا أننا بنربط حياة المسيح فينا بمدى استفادتنا منه صلواتنا مستجابة يبقى المسيح حي أمورنا كلها مستقرة يبقى المسيح راضي علينا لكن لو تعرضنا لأي مشكلة لأي أزمة لأي ضعف روحي كأن المسيح ما داخلنا أين الحب الذي ربطنا براعينا راعي الخراف العظيم الشخصية الرابعة برضو أمنت أن المسيح حي هي شخصية معلمنا بولس الرسول من يقرأ عن بولس ورد عنه عبارة لطيفة في أعمال 17 بولس في كل مكان كان يكرز ويبشر بيسوع والقيامة كان يكرز ويبشر بيسوع وبالقيامة بولس كان في كل مكان يكرز أن المسيح قائم حي وأمام فيستوس الوالي أصر أنه حي طب ليه أصر ببساطة لأنه رأاه لأنه تكلم معه لأنه اختبره لأنه عاش معاه بولس استطاع بكل اليقين أن يقول لأعرفه وقوة قيامته هل نستطيع أن نقول لأعرفه أنا أعرف المسيح بولس استطاع أن يقول ليه الحياة هي المسيح الحياة بالنسبة لي هي المسيح لو شلت المسيح من حياتي أنا من إيش هي حياة مش عايزها الحياة دي والموت هو ربها إذن إصرار بولس على الكرازة بيسوع الحي لأنه شافه لأنه عرفه لأنه اختبره لأنه عاش معاه المسيح حي فيه إذن لو أنا فعلا المسيح حي فيه وأنا أعرفه معرف حقية مش ممكن أشك لحظة في حياة المسيح فيه بمعنى دايما الأباء الروحين يذكرون بأن من السهل ومن اليسير أن نتبع يسوع في أمور حياتنا المستقرة لكن اختبار الإيمان يحتم علينا أن نتبعه حتى لو ظروفنا غير مستقرة يسموها الإيمان مع غياب الأدلة وعلمنا بوليس كان مختبر المسيح عشان كده في شبائد في ضرورات في ضيقات هو اللي قال أن من أجلك نمات كل المهار لكن يعظم انتصارنا باللذي حبنا بوليس كان واثق أن المسيح حي لا يزال السؤال مطروح علينا بقوة هل يسوع حي داخلك ولا ميت حي في حياتك حي في مسيرتك في منتهى الأهمية أن يكون المسيح حي لأن معنى أن المسيح حي معنى حياتنا إحنا أني أنا حي فأنتم ستحيون معنى تجديد لكل الحياة الحزن يتبدد الخوف يتبدد الموت ينتهي معنى رد النفس زي ما ردت المزاع مواس المسيح حي معنى تغيير مصار الحياة زي ما غير مصار حياة شاول الترصوسي وخلاه بولس الكارز العظيم المسيح حي معنى رجاء لا يخزى إحنا لنا رجاء بس في المسيح ملناش رجاء في هذا العالم إلا في شخص المسيح بس هو اللي بدينا قدرة على الاستمرار قدرة على الحياة قدرة على الصمود قدرة على الفرح مهما كانت الضغوط لابد أن يكون يسوع حي فينا لابد أن نتمسك بديه يا رب من فضلك اسكب فينا حياتك شوفوا الوعد الرائع اللي بيقدمه لنا الكتاب المقدس الله أعطانا حياة أبدية وهذه الحياة هي في ابنه من له الابن له الحياة ومن ليس له ابن الله ليس له حياة يا رب من فضلك هبنا الحياة التي في ابنك دي الحياة الأبدية دي الحياة اللي لا يغلبها الموت دي الحياة اللي قيل عنها وكتب عنها قوة حياة لا تزول لو حياة المسيح منساكبة فينا بقوة وإحنا بنعلن احتياجنا الصادق في كل لحظة لهذه الحياة لن يقترب إلينا الموت بالموت داس الموت هو ما داسوش لنفسه داسو لنا والذين في القبور أنا عملهم بالحياة الأبدي ما هو إحنا اللي كنا في القبور قبور الخطية وقبور الشهوة الرب يسوع المسيح داس الموت لأجلنا هو هابن حياة لا يغلبها أي موت الرب يسوع المسيح الحي القائم يهبن هذه الحياة بفيد وبغنى لأنه قام وأقامنا معه وللهنا كل مجد إلى الأبد أمين